السلام عليكم كلنا بنحب السمك المشوي بس بنكسل ونشتريه جاهز عشان الشوي والدخان والريحة بتفضل مسكة في البيت النهاردة هنشوي السمك المشوي بالرده بدقة المطاعم والطعم الخرافي وبدون دخان ولا تعب ان شاء الله خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو طبعا اصحابي السمك المشوي اللي بالرده تنفع تستخدم فيه السمك البلطي مثل اللي معايا في الفيديو دلوقتي او السمك البوري طبعا السمك المشوي فيه ناس بتحب تفتح البطن وتنظفه وتشويه لكن الاساس في السمك المشوي ما بتفتحش فيه البطن لان البطن بتبقى عبارة عن دهنة كده هي دي اللي بتخلي لك السمكة من جوه زي الزبدة فطبعا لكم حرية الاختيار عايزين تفتحوها وتنظفوها براحتكم لكن انا عن نفسي السمك كان معايا فرش فبنظف القشرة ولا بفتح البطن الخلطة اللي اضفتها دي خدت طمط مايا نعناع كزبرة توم خل ولمون وضربتهم ناعم جدا في الخلاط دي الخلطة الاولانية بحب اتبل فيها كده وطبعا حطيت توابل كزبرة وكمون وملح وفلفل فقط لغير دي بنعمها قوي في الخلاط وببدأ اتبل بيها الدجاج لو معاكي وقت خليها ربع ساعة نص ساعة انا ما عنديش وقت كده عشر دقيق على ما نكمل بقية الخطوات ونبدأ هنا اصحابي السر عشان السمك ما يلزقش منك الصينية اللي هنشوي فيها السمك غلفتها بالفويل وهدخلها تسخن في الفرن لازم تبقى سخنة قبل ما اضيف عليها او احط عليها السمك هاخد هنا بقى التدبيلة اللي هنحيق بيها السمك بعد ما يخرج من الشوي هاخد نص الجزروية كده وابشورها خشن مش ناعم زي ما انتوا شايفين الجزر بيدي له طعم حلو جدا وبيسكر كده التحييق بتاعتها او الدقة بتبقى تحفة وهي هبدأ نضيف بقى المكونات هضيف معلقة من التوم المفروم يعني طبعا التوم ده انا مفرزة معاكم من قبل وان شاء الله هنزل فيديو جديد بقى له اكتر من سنة شايفين لا بيتجمد في الفريزر ولا لونه بيغير ومشاء الله تبارك الرحمن تحفة ودي الهاريسة برضو اللي عاملينها من قبل سنة معايا برضو ومشاء الله تبارك الرحمن تحفة نحط معلقة كبيرة كده من الهاريسة طب انا ما عنديش هاريسة تقدري عادي يعني تفرمي في الفل حار او تضيفي شطة جافة براحة تكون معلقة كبيرة من خل اللمون وعصير اللمون واضيف معلقة كبيرة من الزيت زيت الاكل العادي مفيش اي مشكلة مش زيت زيتون ولا حاجة وهضيف رشة ملح كبيرة كده حلوة يعني معلقة كده حلوة عشان تحيق الدقة وطبعا تقدروا تدقوها وتشوفوا الملح يعني تزبطي الملح بتطعاميها واضيف رشة من معلقة كبيرة كده حلوة من الكزبرة ومعلقة حلوة برضو من الكمون مثل ما انتم شايفين الناس الامارات اللي ما صلتش على الحبيب ولا استغفرت الله في التعليقات ونسي يحطوه لنا اللايك الامر اللي زيهم يحطوه جزاكم الله خيرا هنا ما كان الانها كانت اخر جزء في الهريسة في البرتمون ضفت عليها المياه احنا هنضيف حوالي كوبايتين من المياه وهبدأ هنا بقى اقلب كل المكونات وطبعا الهريسة دلوقتي هتفك يعني عدم السمك يتشوي هتتفك في الدقة هنا بقى بقيت الدقة اللي انا تبلت بها السمك في البداية اللي هي الطماطم والكزبرة والكمون والتوم وكزبرة ونعناع اللي انا نعمتهم في الخلاط برضو بضيفهم على الدقة وبقى اللي بها كويس جدا وفيه مكون كمان بيدي لي بقى بيدي ريحة وطعم حلو قوي شوية كزبرة خضرة كده بنقصهم كده خشن بيخلولك الدقة في حتة تانية كزبرة الخضرة فضيع يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده الدقة معنا صارت معنا ممتاز عايزين تضيفه فيها شرائح لمون عايزين تقطعه فيها فيلف الحار اللي متوفر عندك تقدر يضيفه ما فيش اي مشكلة لك ان انا اكتفيت بالهريسة هي الطعام للعملية كويس جدا طبعا اصحابي دي الرضة والناس اللي متعرفش ايه هي الرضة الرضة دي اللي هي نخالة الامح يعني القشرة الخارجية بتحبة الامح قبل ما تطحن وتبقى الطحين اللي احنا بنستخدمه في الخبز والكيك يعني هما بيحصدوا الامح بياخدوا القشرة دي قبل ما بيطحنوها اللي هي بنستخدمها في الخبز البلدي وفي شواء السمك طبعا فيه ناس بتستخدم نشارة الخشب طبعا يا جماعة دي ما تصلحش خالص للاكل يعني حاجة شيطة ومش حاجة مشوية فما نصحش بيها دي اكيد هتحصروها عند العطارين او في بعض الشركات بتبقى منزلها في سوبر ماركت انا بالنسباني الناس اللي متوجدة في سلطنة عمان انا بشتريها من عند حد بيبيع منتجات مصرية هي طبعا بتبقى غالية شوية بس يعني الله المستعين يعني هنعمل ايه ده المتوفر بناخد بقى بنطلع السمك كده اللي سبته تقريبا حوالي عشر دقايق على محضرت الدقة وببدأ اغطسه في الرضة واغلفه كويس جدا طبعا انتو لو مش عايزين تعمله الدقة الاولانية دي عادي تقدري ما فيش اي مشكلة خلي بس السمك يكون مخسول وفيه نسبة مية خفيفة عشان الرضة تلزق عليه يعني السمك لازم يبقى مندي فيه سائل خفيف عشان الرضة تقدر تلزق وتغطيه للسمكة هنا اصحابي جبت طلعت الصنية طبعا الصنية دي سخنة جدا سخنتها وده بقى السر او انتو شايفين حتى الدخين طلع اول ما حطيت السمكة السر ان يخليلك السمكة ما تلزقش معاك في الصنية طبعا انا حطيت ورق الالمونيوم يعني تسهيلا لتنظيف الصنية لكن انت تقدري تحطيها مثلا صنية عندك مثلا متجرحة مش بتستخدميها في الاكل تقدري تخليها لشواء السمك هنا بعد ما غلفت السمك زي ما انتو شايفين هنا بقى نيجي لطريقة التسوية اللي مش هتلاقي فيها لا ريحة ولا دخين ولا اي حاجة في البيت ولا كأنك شواتي سمك من الاساس الفرن بتاعك هنشغلو على اعلى درجة حرارة من اسفل واعلى ولو عندك مروحة شغلي انا هنا حطيتو بس في الرفل في الوسط عشان اشرح لكم طريقة التسوية انا هنزله على صاجة الفرن اللي هو الصاجة المباشرة من اسفل عشر دقايق حتى اللي من اسفل يستوي تماما وبعدين رفعتو على الوسط وشغلت عليه الشوية عشر دقايق تانية وكده السمك صار معانا ممتز كده خلاص يعني اخذ عشر دقايق من اسفل من اسفل بدل معه دقلبه ممكن تخليه تحت الشوية وبعد عشر دقايق تقلبه على الجانب التاني لكن انا بفضل زي ما قلتلكم كده عشر دقايق من اسفل على صاجة الفرن وعشر دقايق من تحت الشوية بقى كده الجانبين بتاع السمكة استوى كويس جدا وصار معانا ممتز طبعا هو سخن جدا يعني هو لسه طالع من الفرن وطبعا ما عملش لا ريحة ولا دخان ولا اي حاجة مباشرة بنزل عليه بالدقى الامر اللي احنا مش قادر اوصف لكم يعني اكيد اليوتيوب هيختار حاجة توصل لكم الريحة ريحة الدقى وفضيع والطعم اصلا ما شاء الله تبارك الرحمن والله كانت السمك زي العسل يستاهل بقوكو يعني كانت تخفى طبعا يفضل انت سبوه كده يعني ايه عشرة خمسة شهر دقيقة كده في التدبيلة الامر دي او في الدقى الحلوة بتاعتنا دي عشان يتشرب السمكة كده توصل لها الحياء والطعم الحد جوه كده طبعا بقى بنسيبوا بقى عشر دقايق ربع ساعة قبل ما تقدموا على الاكل وطبعا والله انا بالنسبالي لا محتاج رز صيدية ولا محتاج سلطة ولا اي حاجة هما شوية الدقى دول ونغمز عليهم شوية خبز وهتاكلوا سمك والله ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا هو رس سخن جدا اهو شايفين البخار طالع رهيب لايك وشير السلام عليكم